ساك الله خير شيخ بحمد يقول عندما يؤذن المؤذن يقول ورد في الحديث قولوا مثل ما يقول فيقول لماذا عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله أولا خلف هذا البارك الله فيك بالنسبة للعبادات يعني الأصل فيها التوقيف ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتبع ما جاء في كتاب الله وما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع ولذلك أمره الله جل وعلا أن يأمر الناس بمثل هذا فمن سنته عليه الصلاة والسلام أنه الشخص إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله على خلاف بقي جمل الأذان الأمر الثاني أخي الفاضل لما كان المؤذن يقول حي على الصلاة يعني هذا فيه نداء للناس بأن يأتوا إلى المساجد يأتوا إلى صلاة الجماعة حي على الفلاح حي على الفوز أحتاج الإنسان هنا أن يستعين بالله والإنسان فقير فقر ذات وفقر الصفات ولذلك هو لا يستغني عن ربه طرف تعين فإذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله ولا قوة لي إلا بالله فناسب الحال أن يقول الحوقلة عند هاتين الجملتين حي على الصلاة حي على الفلاة وأنت تشاهد الآن كثير من الناس يسمع الأذان ولا يتحرك لأنه ما اعتمد على الله ولا فوض الأمر إلى الله ولا توكل على الله فهذا هو المعنى الظاهر الذي ذكره أهل الألم